التجول عبر أرجاء اليابان يعني ركوب القطار لأن اليابان بلاد السكك الحديدية بامتياز سنذهب في رحلة عبر جنوب اليابان وعلى وجه التحديد عبر جزيرة كيوشو تبدأ الرحلة من مدينة هاكاتا الكبيرة وبعدها إلى يامي الصغيرة ثم إلى بلدة يوفوان السياحية والمنطقة البركانية حول الجبل آسو مروراً بكوما موتو إلى هايوتوشي ومعابدها وأخيراً إلى كاكوشيما وحتى إيبوسوكي أقصى الجنوب السفر بالقطار ثقافة خاصة في اليابان حيث تكتسب حتى الممارسات اليومية لمسة أنيقة بالإضافة للكفاءة أمام طاقم التنظيف دقائق معدودة لتنظيف القطار كله لكل إماءة دلالة خاصة تمنح الاطمئنان هل رأيت كل شيء وفعلت كل شيء؟ العجلة والحركة السريعة في محطة هاكاتا طبيعية في هذه المدينة اليابانية المليونية لكن لا وجود للفوضى فكل شيء يتحرك بشكل منظم إظهار الانضباط في الأماكن العامة فضيلة مهمة جدا ويمسح كل شيء في كل مكان باستمرار لأن النظافة أيضا على رأس الأولويات محطة هاكاتا هي محطة القطار في مدينة فوكوكا سابقا كانت مدينتين مختلفتين والآن توحدتا في منطقة تعتبر الأقوى اقتصاديا في جنوب اليابان التعاملات التجارية مع القارة الآسيوية ناشطة جدا هنا وأسفل هذه الأبنية الشاهقة توجد أسواق صغيرة أيضا يباع هنا الشاي الأخضر وبالطبع الكثير من الأسماك يتوفر لحم الحوت أيضا لكن بالطبع يستهلك هذا الطعام الشهي لأغراض علمية فقط لا تقتصر حركة السير في المساء في فوكوكا على الركاب العائدين إلى منازلهم لأنه ما زالت بعض التقاليد قائمة هنا ابتداء من الساعة الخامسة مساء نرى المزيد من المقطورات الغريبة في الشوارع والتي تستولي على رصيف المشاة تقام أكشاك الياتاي هنا في المساء تصبح أجواء المدينة أكثر شراحا مع خروج الناس بعد إنهاء أعمالهم يتجهون إلى أكشاك الياتاي وهي مطاعم متنقلة صغيرة تقام كل بداية المساء ثم تختفي من جديد ليلا كان ميتسو يوشي ساتو موظفا سابقا لكنه يفضل إدارة كوشكي ياتاي بالطبع كما في أي عمل تجاري توجد أوقات سيئة لكن الناس من شتى مجالات العمل يأتون إلى كوشكي للياتاي يأتي نواب وموظف مكاتب عاديون أرى هذا وأقول لنفسي الإنسانية الخالصة تجتمع هنا عند كوشكي أثر هذا بي كثيرا بعد أن يقضي الزبائن المساء في جلسة مريحة يحين الوقت للعودة للمنزل فتبدأ ساعة ازدحام ثانية في صباح اليوم التالي غادرنا المدينة التي تضم مليون ونصف مليون نسمة استقلينا قطاراً محلياً تنتشر خطوط السكك الحديدية في اليابان حيث توجد شبكتان خطوط العرض العادي لقطارات شينكانس فائقة السرعة والخطوط الضيقة للقطارات المحلية والسريعة التي يبلغ عرض مسارها ألفاً وسبعة وستين مليمتراً فقط بعيداً عن صخب المدينة الكبيرة تعرف بلدة يامي بتقاليدها ولا تزال تحتوي على العديد من المباني القديمة وهذا نادر في اليابان وهي أيضاً موطن أحد أقدم صانع الفوانيس في اليابان يصنع كل فانوس يدوياً في تقليد عمره نحو مئتي عام اكتسب المحل الصغير شهرة حتى في هوليوود حيث ظهرت فوانيسه في العديد من الأفلام نعم، في النهاية هو ورق يتجعد بسرعة يجب أن نتلاعب به قليلاً ونخفي التجاعد إن وضعت الورق بشكل متساوين لن تلاحظ التجاعد لاحقاً هنا حيث قمت بلسق الشريطين الورقيين معاً وعندما يصبح الفراغ نتيجة القص واسعاً كثيراً أو معوجاً فإن منظره يبدو غريباً لكن أهم شيء هي الرسوم ويتولاها الرئيس بنفسه هذا العمل تأملي تقريباً على بعد بضعة أبواب يوجد متجر آخر يتباهى بتقاليده العريقة حيث يبيع كينيشي كونومي شاي بلدة يامي الأخضر المشهور يرجع هذا العمل أيضاً لمئات السنين وهو في الواقع أكثر من مجرد متجر إنه مؤسسة تجارية قديمة كان الشاي الأخضر شيئاً مميزاً يجذب الزبائن من جميع أنحاء اليابان فيلقون هنا الترحيب والاستقبال يريد كينيشي كونومي الاستمرار بهذا التقليد في الواقع كان الشاي الأخضر شراباً نادراً شهياً لكنه الآن ينتج بكميات أكبر بكثير لأن حصاده كان يتم في السابق يدوياً بالتالي كانت كمية الإنتاج قليلة تقريباً لذا كانت قيمته كبيرة وانعكست على سعره بالطبع ضريح للتذكير بالأجداد جزء لا يتجزأ من أي منزل تقليدي ويحافظ كينيشي كونومي على هذا التقليد أيضاً غادرنا مطعم الشاي الهادئ وتوجهنا لمتحف حيوي أو بالأحرى مهرجان شعبي كل خريف تجتمع البلدة كلها لأداء لعبة دمى قديمة لكل شخص دور في هذا المسرح المصنوع كله من الخش بدون استخدام مسامير أو براغي يركب ويفكك منذ ثلاثمائة سنة تحت في الطبقة الأخيرة يتحكم بخيوط الدمى وفي الطبقة الثانية يتحكم بالقصابات تتحدث المسرحية عن أمير شاب يذهب في رحلة حج لأحد المعابد لكن القصة ليست هي المهمة فالناس يأتون هنا للاحتفاء بفن ألعاب الدمى التقليدي يتطلب تحريك الشخصيات فرقا بأكملها ويشارك بهذا صانع الفوانيس هيروكي إيتو أيضا تقدم المسرحية باللغة اليابانية القديمة وفهمها صعب حتى على اليابانيين تعرض المسرحيات مرة واحدة كل عام في الخريف المرحلة التالية من رحلتنا تتعلق بالأداء أيضا أولا عدنا إلى محطة هاكاتا لا نستقل القطار التالي ببساطة عبر التوجه لرصيف المحطة فقبل الذهاب في رحلة على قطار سيفن ستارز نستمتع باستقبال في ردهة خاصة إنه عالم الرفاهية ضمن أجواء القرن العشرين المنصر تقطع التذاكر بطريقة احتفالية مما يجعلها تذكارات لطيفة ويعرف الطاقم كله عن نفسه الواحدة والآخر أخيرا يجهز أول قطار فخم حديثا في اليابان للمغادرة حيث يتم تنظيفه باليد قبل كل رحلة ليصبح مثل المرآة السوداء القطار يذكر نوعا ما بقطار الشرق السريع الشهير تتسع مقطراته السبع لثلاثين راكبا فقط لكن مع كل الفخامة التي يمكن تصورها تشرح المرافقة وظيفة كل زر وتهتم بشكل خاص بالإشارة للفرق بين آلة دفق المياه في المرحاض وزر الإنذار للوحة تحكم في المرحاض نصيبها من المزايا يتمتع السيراميكو بتصميم جميل مصطول تبرز الفخامة اليابانية في جميع التفاصيل اقترب موعد الانطلاق ولا يكتفي القطار بإطلاق الصفارة الانطلاق عرض مميز بحد ذاته كل شيء يوثق وتلتقط صور لأناس يلتقطون صورا إنه تقليد ياباني مواصلة التلويح بالأيدي حتى يختفي القطار عن الأنظار غادرنا المدينة الضوء المنعكس من النجمة جزء من الخطة لأن نجوم كيوشو يجب أن تلمع توجهنا إلى الريف حان موعد تقليم الغداء على القطار حيث يعمل طهات من مقاطعات كيوشو السبع على إعداد وجبات رائعة تناول الطعام بالترتيب الصحيح مهم للاستمتاع كما يجب وبالطبع تلقى بعض الكلمات الافتتاحية أتمنى لكم وجبة شهية ولا تترددوا بتوجيه أي أسئلة يتوقف القطار لفترات قصيرة التقينا عند إحداها بأحد أكبر المعجبين بقطار سيفن ستارز يقف كوني هيرو تاشيرو عند رصيف كل محطة يتوقف عندها القطار إنه لم يستقل القطار بعد لكنه يحبه وتظهر تمائم المدينة أيضاً عند وصول قطار سيفن ستارز فتدب الحياة في المحطة حول السيد تاشيرو حبه لقطار سيفن ستارز إلى مهنة فهو يعمل الآن في محطة القطار يعجبني تصميمه وكيف يجذب العديد من الزوار إلى منطقتنا مدينة كانزاكي في مقاطعة الساقة ظهر القطار الفاخر منذ عام 2013 فقط واستلهم مصممه اليابانيون القطارات الفاخرة في فرنسا في حقبة بيل إببوك يتحرك قطار سيفن ستارز ببطء ملحوظ ويسير في غالب رحلته على طريق ذي مناظر خلابة في اليابان رحلات القطار عبر البلاد ليست مجرد نزهات جميلة بعشاء فاخر بل وراءها مغزاً فلسفي كما قلت هذا الصباح في الجناح الذهبي لسيفن ستارز يتكون مفهوم هذا القطار من ثلاث نقاط أولاً توفير الوقت والمكان للركاب ليتأمل حياتهم الماضية وإنشاء أفكار جديدة لمستقبلهم بهدوء أثناء النظر من النافذة للمناظر الطبيعية في الخارج ثانياً نهدف أيضاً لمنح ركابنا تجارب جديدة أثناء تفكيرهم بحياتهم ثالثاً وأخيراً أن يحظوا بتعاملات جديدة معنا نحن طاقم القطار وسكان كيوشو أشعر أن من المهم جداً تمكين الركاب من المرور بهذه التجارب الثلاث تقديم رحلة قطار بدون وجهة حقيقية وهدفها الوحيد المرور بمناظر جميلة كان يعتبر مخاطرة اقتصادية لكن هناك الآن عدة قطارات فاخرة تجول أنحاء اليابان وجميع هذه الرحلات الباهظة محجوزة سلفاً في هذا الفندق الحقيقي المتنقل تتحول مقطورة الطعام إلى حانة كوكتيل في المساء مع تقديم الكوكتيلات على متن قطار سيفن ستارز وكما ينصح مدير الطاقم يمكن للمسافر التفكير بحياته الحالية والمستقبلية وهو مفهوم لا يلقى اهتماماً كبيراً في القطارات الأوروبية نازلنا من قطار سيفن ستارز وفي صباح اليوم التالي ركبنا يوفوي نوموري وهو قطار مميز آخر هنا أيضاً يستمتع الركاب باهتمام مميز على هذا القطار المميز ولكن بسعر تذكيرة عادي صمم القطار خصيصاً للاستمتاع بالمناظر لكن المقاعد والنوافذ مثبتة في الأعلى يمكنكم النظر من أعلى كتف السائق في المقطورة ذات النوافذ الكبيرة توجهنا إلى منطقة عطلات معروفة في جزيرة كيوشو سمي القطار على اسم منتج عليا نابع ساخنة يوفوين ولأنه يمر عبر مناطق غابات كثيفة طولي باللون الأخضر على عكس قطار سيفن ستارز يجب الوقوف في طبوراً في قطار يوفوين نوموري للحصول على وجبة لكنها لذيذة ومميزة صممت وجبة بنتو هذه من أجل القطار ولطعام على القطارات تقليده الخاص لأن القطارات هنا لا تحتوي في العادة على مقطورات طعام بل يمكن للركاب شراء وجبات البنتو في محطة القطارات أو كما هو هنا في القطار نفسه يبدو أنها شهية تزداد كثافة الغابة ويمر مسار القطار عبر وديان النهر الضيقة المناطق الجبلية أقل كثافة سكانية من الساحلية هنا أيضاً التقاط صورة على متن القطار جزء من التجربة الختم أيضاً ضروري فالتذكارات من أي رحلة مهمة جداً لأي مسافر ياباني وتقدم جميع القطارات المميزة والمعالم السياحية أختماً تذكارية عند الوصول إلى يوفوين يصور جميع الركاب تقريباً بعضهم بعضاً يتذكر هذا الوقت القصير أو يضعون أقدامهم في المياه الساخنة البخار يصعد من كل مكان فيفوين مشهورة بأنابيعها الساخنة وظاهرة التقص فيها مثيرة للأعجاب ومنظر السماء فيها مميز في أعالي الجبال تنساب الينابيع أمام الأعين وربما تشعرون ببعض الارتباك مع هذا النشاط البركاني كله يبدو المكان هنا كأنه فرن بركاني يظهر ضريح يبلغ عمره حوالي أربعمائة عام أن الطبيعة هنا مؤذية والقليل من الأضاحي واجبة لتهديئة قوى الطبيعة يكرس منتجع زانسو مراتا نفسه لفن الحدائق والسكن الياباني القديم الأونسن حمام ياباني ساخن لكن هذا الوصف لا يفي ما يقدم هنا للزوار حقه يبقون الحمام بسيطا عن قصد فالمرء يستلقي في الداخل ويستمتع بالمياه الساخنة لا أحد هنا يفكر بتحويله إلى حمام فقاعات لأن هذا بالنسبة لشخص ياباني يرقى إلى التدنيس حتى إنه توجد مدفأة تقليدية في الجناح يتم الاحتفاء بالوجبة كما لو كان تناولها تقصا دينيا هذه فقرة من فقرات عديدة يتلقى الركاب شرحا مفصلا لما يأكلونه وكيف يتناولونه يحظون باستراحة من صخب الحياة اليابانية اليومية عدنا في صباح اليوم التالي وركبنا القطار المحلي الصغير المستعد للانطلاق قادتنا رحلتنا إلى منطقة آسو يقود هذا الطريق الجانبي الصغير إلى منطقة فوهة بركان جبل آسو عادة ما تمر الخطوط ذات الحركة غير الكثيفة بأجمل المناطق المناظر الطبيعية الأسعار معروضة على اللوح هنا يكاد يقتصر ركوب القطارات المحلية على سكان المنطقة وصلنا إلى بلدة بانغو تاكيتا الصغيرة التي تتميز بأمرين يرحب بالركاب بأغنية شعبية قديمة والمسؤولة هنا قطة تدعى الرئيسة الرسمية لمحطة بانغو تاكيتا ميا ربما يدل وجود قطة كمديرة للمحطة على حالة استرخاء من نوع ما تجاه الحياة ربما تحتاجون إليها في هذه المنطقة أيضاً لأننا نتجه إلى أحد أكثر البركين نشاطاً في اليابان أعلنت منطقة آسو محمية وطنية عام 1934 فصارت محمية آسو كوجو الوطنية الأقدمة من نوعها في اليابان يظهر البركان النافث للدخان والحمام في الخلفية يمتد بركان آسو بفوهاته الجانبية وفوهاته الرئيسية على مسافة ثلاثمائة وثمانين كيلو متراً والتي تضم مدينة آسو وأراض خصبة شاسعة هذا شلال نابيغاتاكي وتشتهر المحمية الطبيعية بجداولها وأوديتها الصخرة البركانية مجوفة مما يعني أن بإمكاننا رؤية المياه النازلة من الخلف تلعب المياه دوراً كبيراً بالنسبة للناس هنا في آسو يوجد مطعم أسفل ينبوع صغير بني حول العديد من النوافير اخترق الأرض المطر الذي هطل في آسو قبل ثلاثين أو خمسين عاماً وأصبح يظهر الآن على شكل ينبوع ماء وهو أفضل ماء على الإطلاق يقدم هديوك كينوشتا بعض الأطباق التقليدية نقدم شيرة مادانغو وهي كرات أرز صغيرة تصنع من الأرز الموجود في اليابان منذ وقت طويل يحمل الأودانغو الذي يعد من الأرز الحلو اللزجي ويؤكل بعد تبريده بالماء كهذا أفضل مذاق في الثقافة اليابانية ينصب قدر كبير من التركيز على الاحتفال بمواسم السنة هذه المياه الصافية منعشة في الصيف واستياد معكرونة سومن من هذه المياه وتناولها تجربة مريحة وممتعة فهي تخاطب أرواحنا وعقولنا مما يزرع البهجة في الفصول هذا ما تعنيه معكرونة نغاشي سومن تناول المعكرونة الباردة من ساق الخيزران طريقة أخرى للاحتفال بالطعام وهو من التقاليد اليابانية وبالنسبة لليابانيين هم لا يواجهون صعوبة في التقاط المعكرونة من الماء هنا يندمج التأمل مع الغرابة أحيانا تعج البلدة كلها بالينابيع الصغيرة يبدو كل شيء هنا شاعريا جدا لكن المشهد الشاعري هش حيث هز المنطقة زلزال عام 2016 دمر معبد آسول مشهور جزئيا أيضا اليابان بلد المتناقضات في محطة كوماموتو ينتظر قطار هيتو يوشي البخاري بينما ينشغل الركاب المتحمسون بصور السلف وسط استرخاء كامل القطار الخاص جاذب للناس في كيوشو خاصة أن اليابانيين لا يحصلون على إجازات كثيرة مما يجعله مكانا شائعا جدا للنزهة القصيرة في جزيرة كيوشو اكتشف الناس متعة القطارات الخاصة بدأ الأمر كله بقطار السيفين ستارز الفاخر وصار لكل منطقة تقريبا قطارها الخاص لكل قطار طابعه الخاص حيث يتعلق الأمر بالحنين إلى الماضي أكثر من الفخامة وبمقتورات تمزج بين الأصالة والمعاصرة يأخذ المسار الركاب عبر وادي نهر كوما حيث يتبع مجرى النهر لحوالي ساعتين ونصف تكشف المقطورة ذات النافذة المطلة عن مشهد مهيب تحرك القطار أقدم قاطرة بخارية يابانية لا تزال قيد الخدمة والتي صنعت عام 1922 لكن المنظر في الخارج هو الجاذب الأساسي نهر كوما من أسرع الأنهار تدفقا في البلاد إلا أن هناك سدودا في بعض المواقع كان هذا الطريق من أهم شرايين المواصلات إلى الجنوب أما الآن فمعظم وسائل النقل الموجودة قطارات محلية وبالطبع يخيف القطار البخاري طيور مالك الحزين سنصل هيتو يوشي خلال لحظة حيث يرحب بالركاب شخص مشهور في عالم الطبخ الياباني يبيع تويومي شوبو وجبات البنتو التي تحتوي على أطعمة محلية لذيذة منذ خمسين عاماً لا يوجد شيء هنا سوى الجبال أترون؟ لهذا تعد المنطقة ممتازة لجمع الكستناء وهي من الأطعمة المميزة هنا إنها إنتاج محلي بامتياز حيث تزرع وتعد هنا أيضاً يأتي سالمون المياه العذبة أيو من نهر كوما هنا وهو مشهور يأتي الكثير من الناس إلى هنا فقط ليروا السيدة شوبو لكنه الآن في أواخر الثمانينيات وبدأ صندوقه الخشبي يصبح ثقيلاً عليه هل يمكن لأيقونة مثله أن يرمي مئزره ببساطة الآن؟ نعم أقوم بهذا العمل منذ خمسين عاماً لذا لم تعد قوة الجسدية كما كانت وبدأت أفكر بالتقاعد لكن زبائني لا يدعونني أفعل ذلك للعمر أيضاً تقاليده في اليابان مدينة هيتو يوشي على نهر كوما معروفة ليس فقط بينابيعها الحرة بل وتشتهر المدينة ومياهها بمنتج ياباني آخر يصنع ساتوشي يوي مشروب الشوشو هنا يستخدم الأرز لصنع هذا المشروب الكحولي الذي يعرف أيضاً بالفوتكا اليابانية يطبخ الأرز أولاً ثم ينشر بعناية ثم يضاف فطر إليه قبل أن يتخمر الخليط لفترة من الزمن ويقطر المشروب يقام هذا التقليد هنا منذ حوالي مئتي عام نحن هنا في مرحلة الإنتاج حيث نخرج الأرز الذي تركناه ليتخمر ريلة كاملة ونضيف الخميرة مرة أخرى بعدها نتركه يتخمر مرة ثانية مما يجعله أقوى وماذا لو حدث شق في الآنية القديمة؟ هنا يمكنكم أن تروا الشقوق الصغيرة وهنا أيضاً نصلح هذه الشقوق متى استطعنا لكن يمكنكم أن تروا أنه يوجد شق هنا أيضاً انفصل تماماً إن انكسرت القطعة تماماً ليس أمامنا خيار سوى التخلص منها أقدم من تقليد تقطير مشروب شوشو هي التقوص الدينية في معبد أووي أسو الذي تأسس قبل حوالي ألف ومئتي عام كل خريف يقام مهرجان أوكانشي حيث تؤدى رقصات تقليدية في المساء يتم تشسيد المواسم بشكل رمزي يستمر المهرجان لعدة أيام في صباح اليوم التالي تتجمع المدينة كلها تقريباً عند المعبد الذي أعلن أن مبناه بأكمله جزء من التراث الثقافي الوطني دخل الكهنة المعبد حيث تنتظرهم الأسود واليوم هو اليوم المنتظر يمكن أن يشبه مهرجان أوكانشي بعيد الحصاد حيث يبارك المحصول ويتم التوجه لقوى الطبيعة بالدعاء بعدها يأتي العرض الذي ينتظره الجميع تقفز الأسود خارج المعبد تعد الأسود الأطفال من رؤوسهم بهدف منحهم السعادة والصحة لكن لا يبدو أن جميع الأطفال يستوعبون الفكرة ينتهي المهرجان بموكب قبل أن نغادر مدينة هيتو يوشي ألقينا نظرة على ساعة أمام محطة القطار هيا يا رفاق على ألحان أغنية شعبية يخرج رجل نبيل وفرقته يروي المشهد الصغير قصة أمير شاب يزور المهرجان في المدينة المحيطة بقلعته ويشارك في جميع أنواع الولائم مثل هذه المشاهد الغريبة شائعة في اليابان اختفى القطار وسط الغابات الكثيفة هذه الغابات التي يكاد يستحيل اختراقها في بعض الأماكن تهيمن على المشهد هنا مع إكمالنا الطريق نحو الجنوب خارج المدن توجد الكثير من الطبيعة التي تبدو بكرا ووسط كل ذلك سكة حديد لها ميزة تقنية خاصة وهي الطريق المتعرج المزدوج هنا أسرعنا بالقطار قليلا لإظهار مناورة السير المعقدة يسير القطار مرتين ذهابا وإيابا لكي يتغلب على الارتفاع الحاد وسط هذه التعرجات تقع محطة أوكوبا الصغيرة التي لا تعرف فقط بمسارها الغريب فالعديد من الزوار يأتون لسبب مختلف تماما عدد لا يحصى من البطاقات الشخصية يزين جدران المحطة وتضاف بطاقات جديدة باستمرار يقال إن من يعلق بطاقته هنا في محطة أوكوبا تتحسن فرصه بمسيرة مهنية ناجحة وصل القطار إلى مدينة كاغوشيما بركان ساكوراجيما حاضر في كل مكان يقع البركان مباشرة قبالة مدينة كاغوشيما حيث يعيش خمسمائة ألف نسمة هذه الحاضرة صاخبة بأجوائها وسكانها لا يأبهون كثيرا بالبركان النافث للحمام والرماد باستمرار تبدو قطارات الترام قديمة الطراز قليلا لكن هذا لا يعني أن شبكة المواصلات متخلفة كاغوشيما مركز تجاري قديم وقد كانت البوابة نحو العالم عندما انفتحت اليابان على الخارج توجيه الرجال المسنين لحركة السير ليس مشهدا نادرا في اليابان حيث يشكل العثور على عاملين شباب مشكلة يجسد تقليد المدينة التجارية منزل عائلة شيمادزو الأريستقراطية الرائدة والذي يرجع للقرن السابع عشر ظل جنوب اليابان لوقت طويل المنطقة الوحيدة التي تتعامل مع باقي العالم وبهذا نشأت هنا قوة اقتصادية وسياسية عظيمة ما تزال شركة شيمادزو موجودة وتنتج معدات قياس ومنتجات صناعية أخرى بقيت أمامنا المرحلة الأخيرة من رحلتنا إلى الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو سنمر عبر كاكوشيما ثم نواصل مجدداً بقطار مميز ذي نوافذ كبيرة يسير بمحاذاة البحر قطار إيبوسوكي نوتاما تيباكو ليميتد اكسبريس مطلي بالأسود والأبيض بطريقة ملفتة للنظر دائماً ما يواجه الجانب الأبيض البحر ويحظى بأفضل إطلال محطتنا الأخيرة في الطرف الجنوبي من اليابان هي منتجع إيبوسوكي البحري الذي يعرف أيضاً بهواي اليابان الأمور أهدأ قليلاً هنا في حمام هاكوسويكان الساخن توجد حمامات رملية ساخنة يسخن الرمل عبر الينبيع الساخنة يمكنكم النهوض بعد حوالي عشر إلى خمس عشرة دقيقة أو عندما ترغبون لطالما امتلكت اليابان جانبين جانب تأملي هادئ يظهر أيضاً في حماماتها الكثيرة وصخب مدنها الكبيرة الحيوية تشبه رحلتنا عبر جنوب اليابان النظر بالمشكال حيث تتغير الانطباعات باستمرار وتنتهي عند البحر حيث تشعر العين المتفحصة بالراحة تشعر العين المتفحل اشتركوا في القناة